ازايكم يا بنات وصفة النهاردة لكل بنت عندها تقصف بتعني من التقصف الهياشان الشعر الجاف الشعر المجهد المجعد الشعر مفيه اي حيوية هايش على طول فالوصفة دي اتعملت ليكي في البداية طبعا بيتنا كلها او اي بنت موجودة عندها كريم مرطب سواء كان تجاري زي دوفد يعني ايه كريم تجاري كريم تجاري يعني كريم داخل فيه روايح ما تفتحيه كده تشمي ريحة زي دوفد تمام او كريم زي سانت ايفز او كريم طبي زي بنسينول اي كريم ايوة اي كريم عندك مش هتفرق خالص ولكن الافضل طبعا كريم بنسينول وهقول لكم ليه اه وخصوصا ان الدكتور نصحني بيه اه في البداية انت هتيجي اه قبل ما تنامي كل يوم هتاخد كمية مش كبيرة ومش صغيرة هتحطيها على الاطراف الهيشة ومتقصفة واللي انت حاسة ان هي فعلا اه لا ما فيهاش اي ترطيب نهائي هتحط عليها تمام اه يعني الافضل ان انت تحط على شعر كله طب هستمر عن وضوها ده قد ايه هتستمري مثلا عشر تيامة تبدأ من بعدها هتحسي لا فعلا الشعر تغير بالنسبة كبيرة جدا طب ليه انا بحط كريم ترطيب بتاع البشرة على وشي لان كريم ترطيب البشرة اه فيه نسبة عالية من المرتبات اللي بتعالج الجفاف والكلام ده كله يعني انا الدكتور قال لي ان كريم بنسينول ده رائع رائع جدا جدا للشعر لان هو بيحتوى على نسبة عالية من الكريتين اللي بتعالج حتى الشعر المجاعد تخلي شعرك مفروض ستريت شوية اه ممتاز كمان اصلا كريم ده فيه مناك كتير جدا بدأت الايام دي تتجه انها تستخدمه اه قبل ما تستخدم اي ميكوب على وشها كاساس كريم اه ترطيب اه فهو رائع جدا حتى بيعالج الحبوب اه لو فيه اي حبوب كده وثابت اثر كمان بيعالجها فالكريم ده ممتاز بناء على نصيحة الدكتور وفعلا جاب معايا نتيجة مذهلة اه ان شاء الله تجربوا الوصفة دي او النصيحة دي وهتدعو لي ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك بالقناة مع السلام